اشتركوا في القناة سلط عليه من يسرق منه مثلا طيب هذه مقاصة تقولين اللهم أهلكه وافضحه زدت في الدعاء لا خلاص هو يأخذ من حسناتك امتبهوا لهذه يا أخواني بارك الله فيكم ولذلك ورد في الحديث في السنن بإسناد طبعا محل بحث عند أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها دعت على سارق النبي عليه الصلاة والسلام نبهها إلى نقطة بأنه لا تزيد في الدعاء لا تزيد في الدعاء ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال عندي اثنين من العبيد من الخدم يقول يعاندوني يناكفوني يؤذوني يزعلوني مثلا أنا أتكلم بالمعنى وإني أنا أتكلم عليهم أضربهم وكذا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له بأنك أنت إذا أخذت حقك بالقصطاس المستقيم بقدر التقصير الذي حصل منهم والأذية استويت أنت وإياهم فإذا زدت هم أخذوا من حسناتك فذهب الرجل هناك وجلس يبكي يبكي يقول إذن هم أحرار لوجه الله يعني كان يقول أنا ماذا أريد بهذه المشكلة ترجمة نانسي قنقر